اشتركوا في القناة ZTL X20 كاميرا سيلفي مخفية تحت الشاشة لكن التقنية بعدها بالبداية وصاحبها بعض العيوب حتشينا عنها في فيديو سابق لكن واحد من اهم الاجهزة المثيرة للعجاب بقالية الكاميرا هو الجالكسي A80 والتي انتقلت به سامسونج المستوى ثاني تماما وكان به كاميرا فليب اللي من خلاله تدور الكاميرا وتلتقط صور السيلفي لكن الاخبار بدأت تنتشر بشكل اكبر عن الخليفة القادم للأي 80 والتي ستطلق عليه سامسونج لأي 82 سمعنا هذا الجهاز في بداية 2021 وشفنا رندرات الصور للجهاز وبعض مواصفاته لكن منصة اختبار الاداء لجيك بنج رصدت الجهاز وقدرنا نعرف بعض التفاصيل الرئيسية اللي رح اشاركه ياكم اليوم وقبل ما نبدي لايك من ايدك الحلوة واشترك بالقناة مشكورين مقدما على هذا الدعم ونبدأ بالمعالج اللي رح يكون من كوالكوم سناب دراجون 855 بلس مع رامينا بساعة 86 جيجا بايت من الجيل الرابع الـ X وذاكرتين تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت من نوع UFS 2.1 مع دعم لشبكات الجيل الخامس اكيد يا صديقي انت تسأل ليه سامسونج تستخدم معالج عمره سنتين ومتستخدم المعالجات الجديدة او على اقل نسخة لكوالكوم 870 فالتفسير المحتمل والمنطقي هو التكلفة السعرية لهذا المعالج مقارنتين بالمعالجات الجديدة لان اذا استخدمت سامسونج آلية الكاميرا الدوارة فرح ترتفع كلفة الجهاز لذلك سامسونج تحاول تضغط السعر قدر الامكان حتى يكون متاح لعامة المستخدمين لكن السؤال شو رح يكون تصميم الجهاز هل سامسونج رح تستعمل كاميرا متحركة مثل الجيل السابق ام لا والجواب اجا من وسائل الالامي الكورية القريبة على سامسونج ذكرت ان الـ 82 رح يضم كاميرا متحركة اما بآلية مبثقة بوب اوب كاميرا او كاميرا سلايدر مثل مي ميكس 3 من شامي وبرأي الاخيرة اقرب الواقع لان سامسونج قدمت قبل فترة الى مكتب براءات الاختراع والعلمات التجارية وثيق لهذا الجهاز توضح آلية تحرك البنالا العلوية في محور واحد في التجاهين مثل الرندرات الريواضحة امامكم تسحب للاسفل تظهر كاميرا السيلفي وتسحب للاعلى تظهر سماعات الصوت من اي كي جي كذلك كشفت وسال اعلام الكورية الجنوبية عن سعر الجهاز واللي رح يبدأ بسعر 600 دولار الى 700 دولار وبحسب الموافقة من هيئة البلوتوث اس آي جي اللي تشتهر بان اي جهاز يحصل موافقة هذه الهيئة ورا شهر نشوفه بشكل رسمي لذلك فان الجهاز متوقع ان يتم الاعلان عنه في شهر الرابع القادم هذه كل المعلومات والاخبار اللي استربت عن الـ 82 وكيد اكو معلومات اكثر رح تنكشف بالايام القادمة ورح نخليها بين ايديكم فتأكد من اشتراكك بالقناة ونفعل زر التنبيهات حتى توصل لك الاشعارات اول باول اشكركم اصدقائي الحسن متابعتكم وشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم في امان الله